لكن انا هفكر للكابتل خالق جدالة احكي لنا موقف بتاع الجامون انت وفوزي ومتحة رمضان ما في حاجات مش هينفع نحكي لا 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 احنا قلنا هنقول حاجات ما تقليتش قبل كده مش هنقول الحاجات الروتونية ايه ايه الموقف بتاعك مع فوز سكوتي ومتحة رمضان لا فوزي في كل السفريات انا كنت اخده يقعد معايا في القوض يعني التقوص بتاعته هدية انت بتصراحه حلو بالزبط كده اتنين بتصراحه البعض لو كان وشه عليا حلو كمان يا بجيبك مواجه يا انت كنت نقضى عشان وشه حلو عليك اقا وشه حلو ما انا بقى كنت بقوله اقا وشه حلو عليك طيب ايه موقف من المواقف اللي انتا ماتزهاش مع فوزي لا مع فوزي في مواقف كتيرة الجيل بتاعنا في حاجات كتيرة بس لنا متذكرة دلوقتي لا احكي لك على متحة رمضان لما كنا في تويت اه على فكرة متحة رمضان اقل لان خالق جدالله ده حبيبي وابن حبيبي وفي جيبه فيه عقربة ما قدرتش حط ييده في جيبه طيب بص بقى مصير ايه بص بقى عشان الكلام ده مش مظبوط احنا مثلا كنا في كويت طبعا متحة انا كنت ايه يعني احنا انا ومتحة ومجدي وشريف عمنا يعني مصايب يعني الاربعة ما نجتمع كنت انت ومجدي بالذات ومتحة بالزبط جدا فمتحة واحنا في كويت انت كنت معانا كابتون صاحب انا كنت معانا الراهينت اه بالزبط ويدخلونا قاعة اجتماعات شياك ايه كنا بنمرخش على الشهيدة اللي ارحمه بذبط واقعدنا فانا قاعد كده لقيت قدامي فيه علبة فيها السيجار السيجار طبعا كوبي طويل جدا السيجار اربع متر فمتحة قاعد جانبي والتولي بقوله كده متحة هديك خمسين دولار بس تاكل السيجار ده قال لي ايه خمسين دولار قلت له خمسين دولار بس تاكل يعني كان ساعتها عشرين دينار اه اه حاجة كده بوكت مالي اللي كنا حناخذ ايه بالزبط كده بس تاكل قال لي ماشي اديته السيجار انا خدت منك العشرين في الاول ايه عشان يعني هو يضمن النواح يا خدس ما هو قال لك لأ كابتون مصطفى ياخد العشرين دينار ايه وانا ااكل ام البتاعته زي كفتة اه وقعد يكن بالسيجار طوالا عارفه لو كان السيجار ده فلاه حيموت هو مش عارف بس انا عارف وفتصان على روحنا بس انت قلبك يا اخي ضحيت بالعشرين دينار اه وعمت ضحي بيهو كبير ايش يقول لك فدي واحد لأ التانية بقى متحت فماتش اعتزالة اه كنا فطنت ايه فقال لي بلاش كور طويلة عشان ما تمزقش قلت له طيب لا مش هلعب لك قلت له بس حتى لو لعبت لك ما تجريش ما تجريش يعني انت فابتدى المطش جات لي واحدة طوالا وهمت عمل هالو بوش رجل الخارجي كده الكورة حلوة فجري اه فتح وقوة راجع هاللي يديه بس قلت له ماشي الكورة تقطعت جاتلي قلت لعب هالو تاني اه اه انا عارف انه حيجري هو مش عايز يجري بس انا عارف انه ايه اه فبيجري وهو بيجري اتمزق اه في ماشي قال لي ماشي اعتزالة اه انا واقع على روحي بالضحي قلت له طب بتجري ليه هاللي مكورة حلوة اه فلازم اجري عليها اه لقى ماتحة كان دمه خفيف جدا مرة واحسا كنا روحنا نعمل ماتشة هتزالة كابتن دوزوي في بورس عيد فقلت له ماتحة على مهلك عكابتن دوزوي كابتن دوزوي طبعا كبير حاجة حاجة والسبعين او والثمانين فليت ماتحة تلابس جازمة للسرز بتاعها الامونيوم يا خبرسي وعمال يضرب على البلاط وبتاع بيسخن يعني قلت له انت ايه ماتحة ده ماتشة هتزالة قال لي لا فالمهمة الكرة جات لقى كابتن دوزوي رحمة الله عليه يا خبر وقام واخده مقص من ورقة يا خبر عبد فبقول له اه متحة ايه اللي اتعملته ده قال لي يعني بتعاوزه في السن ده يصيط علي عوار الراجع بعد الماتش بعد الماتش هو كان داخل عشان يشيره بقى ويزا فمن اللي بص الكابتن دوزوي بص كده لقى هو قال له نزلني نزلني تابعا بتموتني وجاء تشلني كمان لقى كان دمه ماوقف ليك مع مع مجد عبدالغان لا ده كتير بقى طيب احكينا طيب مواقف كتيرة بس في حالات مشان لا يعني احنا كنا نتجمع دايما في السفريات في قوضة ولازم متحة اساسي طبعا ده متحة ده هي كل القصص هتبع على متحة كنا في تنزانيا ايوه كتنا ومجدي في القوضة مع بعض مش فوز سكوتي لا في السفريات دي لا ماكانش فوز ومتحة كان معا كان نايم في القوضة الظهر كده قبل التمرين مم فانا ناديت مجدي فتحنا الباب بالراحة ومتحة نايم نوم مستغرق في النوم فتح بوقه وفتح بوقه لا دي في الجابون كان في الجابون في الجابون لما دخل في الحيطة صح لا دي في تنزانيا لما دخلته في الحيطة لما دخلته يطلع السلم اه اتعارف انا عشان دي انا قعدت فيها يوم يعني بخرج له المسلسل ده عشان يطلعه على الترابزين عشان يخبط في الحيطة اه لا وهو نايم بقى اه دخلت انا ومجدي فبقينا نشد الشعرية بالراسة اه وفاة من نموز اه ومرة واحدة أم مزعور اه عايز ما ودنا عنا لانين بقى ده جيل وراكو في القتل انا نطيت من البلقودة كان دور ارد اه نطيت من البلقودة في الجديدة ومجدي دخل الحمامة فعل على نفسه ومتعت راها جابس كده ووقف لمجدي على الباب لا والله مش اطلع كبير ونتحايل عليه خلاص امتعت دي احنا بنتحك بدأس عايز ما اقول طب فيه مرة هو نايم اه الجابون دي بقى اه لما خلطوها نايم وفاتح بقه كده ونتاعه وكلام ده بين التمرتين اه اه حططوه مياه بقه اه ده ممكن نشرق فيها طب مش كده هو نايم اه لو فيه مرة جبناله زمارة اه 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 في الوقت اللي انت بقيت فيه خالق جدالة كنت في الدراسة في 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 كلية ايه وفي سنة كان انا كنت في كلية تجارة عن شمس اه كنت في سنة لا في اولى كلية اه بس طبعا كنت بروح على الامتحانات والحمد لله الكرة اصلت على دراسة لا 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 خالص خالص لا 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 انا كنت شاطر يعني ده